هنتكلم النهاردة يا شباب عن الدرس الاول تمام بيتكلم عن انواع الروافع بيتكلم عن انواع الروافع اول حاجة لازم اعرفها ايه هي اصلا الروافع طيب زمان من بداية الخريقة يعني الانسان كان لما بيلاقي حاجة صعبة بيدور على اداة او الى او اي حاجة تسهله القيام بالوظيفة دي زي ايه مثلا مثلا اول حاجة لازم اعرفها انه اخترع الات بسيطة من زمان تسهله القيام بالاداء المهام الشقة تمام دي اول نقطة طيب عندي الالات عامة جزء منها الروافع يعني انا عندي الات كتيرة جدا الات بسيطة كتيرة جزء منها الروافع هنفهم دل بعد كتب اذن الله الروافع يعني بحددها على اساس ايه يعني في عندي الات كتيرة والجزء منها الروافع هنتكلم عن الروافع نهار ده تمام والروافع هي حاجة من الالات البسيطة جزء من الالات البسيطة تمام طيب اول عالم وصف الروافع كان مين هو؟ كان أرشميدس تمام يبقى العالم اليوناني اول واحد وصف الروافع او قال ايه هو ايه هي الرافع كان أرشميدس تمام يبقى انا عندي في الجزء ده اللي انا عرفه بس ان هو اخترع الات كتيرة تمام عشان يوفر او يوفر جهد ويسهل المهام الشقة وبعدين الروافع عندي دي جزء من الالات البسيطة جزء من الالات يعني مش كل الالات روافع وعندي اول عالم وصف الروافع كان أرشميدس تمام طيب ايه هي تعريف الالة لان احنا بنقول الروافع جزء من الالات يبقى انا لازم اعرف ايه تعريف الالة ايه الالة هي وسيلة بيستخدمها الانسان لتوفير الجهد ويسهل المهام الشقة يبقى وسيلة يستخدمها الانسان لاداء عمله تمام عشان ايه يوفر الجهد يعني حاجة صعبة هو عايز يسهلها زي مثلا مثلا انا لو بقطع لحمة مثلا محتاجة سكينة طيب عايزة دق مصمار انا مش بدق بايدي لأ انا بجيب شاكوش ودق بيه تمام يبقى انا عندي اي وسيلة وسيلة يستخدمها الالة وسيلة يستخدمها الانسان عشان يعني لاداء عمله لتوفير الجهد ويسهل المهام الشقة تمام زي مين زي الروافع تمام هنبتدي بقى نخش بقى في ايه هي الرافع تعالوا الاول نبص على الاشكال دي كل دي اشكال الرافع عشان نستنتج ايه هي الرافع تمام طيب دي كماشة هل ده ماسك الماسك اللي ماما بتمسك بيه البانين ماسك اللي ماما بتمسك بيه اي حاجة بتقليها مثلا في الفرن او عالبوتاجاز او كده تمام شاكوش كسارة البندق عندي هنا مقص عندي هنا صنار كل دي امثلة روافع حلو عايزين نشوف الامثلة دي يعني نبص فيها كويس كده عشان نستنتج ايه هي اصلا الرافع طيب هنعدي اول حاجة يا شباب هي بتتكون من كلهم لو لاحظنا ان هي صاق متينة يعني ايه صاق متينة مش حاجة طرية مش حاجة اه ممكن تتنى بسرولة لا هي صاق متينة جمدة ومتينة تمام لو بصينا هنا هنلاقي ثانية لو بصينا هنا يا شباب هنلاقي هنا نقطة تمام هنعرف دلوقتي ايه هي النقطة دي طيب نشوف هنا هنلاقي هنلاقي كل الالات دي بما فيهم الشاكوش الجزء ده تمام في نقطة ترتكز عليها يعني ايه يعني النقطة دي الصاق دي والصاق دي بتحركوا حولها حلو طيب هنا الصنارة في اخرها نقطة ارتكاز هنا في نقطة ارتكاز الصاق دي برضو والصاق دي بتتحرك حولها عندي في الماسك هنا نقطة الارتكاز بتاعت المصمار اللي ماسك الصاقين دول في بعض ندخل بقى نشوف ايه هي تعريف الرفعة من كل الاشكال دي تمام الصور اللي احنا شفناها من شوية دي يا شباب هي عبارة بيقولك ان اول حاجة ان الروافع كلها مشتركة ان هي صاق متينة صاق ايه صاق متينة زي ما احنا قلنا الشاكوش الكماشة الماسك المقص المشبك مشبك الغسيل كل الحاجات دي عبارة عن صاق متينة مش صاق طرية ولا هي ممكن تتكسر معايا بسهولة لا بتكون صاق متينة حلو دي اول نقطة تمام في نقطة سابتة انا شاورتلكو عليها في اللي قبلها قلتلكو دي نقطة سابتة اللي هي في نص المقص في نص المشبك هي مش دايما في النص هنحددها دلوقتي لسه هنخش في الانواع وهنشوف مكانها فين قلنا في الشاكوش برضو كانت في النص طب في الصنارة كنت مشاورا لكم عليها ايه ان هي في الاخر تمام ممكن نرجع نشوف الاشكال ثانية واحدة اهي هنا السنارة هنا دي نقطة الارتكاز بتاعة المقص وهناخد كل الايه في كل في كل نوع هنعرف فين نقطة الارتكاز وفين بقيت الرفع ثانية واحدة تمام يبقى انا عندي نقطة الارتكاز دي نقطة سابتة ترتكز عليها الصاق المتينة حلو يبقى النقطة السابتة اللي بترتكز عليها الصاق المتينة اسمها نقطة الارتكاز يجي يسألنا ايه تعريف نقطة الارتكاز لازم اقوله ان هي النقطة السابتة التي ترتكز عليها الصاق المتينة تمام طيب في لازم قوة تؤثر او يؤثر بها الشخص على الآلة بمعنى هو المقصة هيتحرك لوحده الا لو انا مسكته قعدت افتح وقفل لا طيب الشاكوش هل الشاكوش هيدق الوحده لا لازم دايما كل الالات في شخص بيأثر عليه شخص بيستخدمها الشخص ده اللي هي ايدك دي القوة دي ايه القوة انا ماسك المقص دي قوة ايدي انا ماسك الكماشة قوة ايدي انا ماسك السنارة برفع عايز ارفع السمكة كل ده قوة ايدي يبقى انا عندي لازم في حاجة مهمة جدا اسمها القوة اسمها القوة يبقى عندي نقطة الارتكاز وعندي القوة تمام طيب عندي حاجة تانية حاجة اسمها مقاومة الجسم يعني مقاومة الجسم انا لما باجي قص بقص ايه لحمة فراخ ورق ايا كان يبقى دي الحاجة اللي بتقاوم قوتي حلو كماشة عايز اشيل مصمار طيب الكماشة اللي انا عايز اشيل بها مصمار ايه هي المصمار ده الجسم اللي بيقاوم شدتي او بيقاوم حركة ايدي السنارة انا مقصرة انا مسكة السنارة وانا برفع حلو مين اللي بيقاومني السمكة اللي انا بشدها يبقى كل حاجة كل روافع فيها تلات اجزاء رئيسيين جدا نقطة الارتكاز تمام القوة اللي هي ايدي اللي مسكة الالة المقاومة الحاجة اللي بتقاومني الجسم اللي بيقاومني ورقة بقصها لحمة المشبك لو مسك مثلا ورقة او مسك غسيل او مسك ايا كان اللي مسكه ده الجسم اللي ايه اللي بيقاومني تمام طيب يبقى احنا عرفنا نديد تلات حاجات مهمة اول حاجة هي صاق متينة دي الرفعة وعندي نقطة الارتكاز والقوة والمقاومة تمام طيب تحالي نشوف شكل الرفع عندي دي نقطة الارتكاز تمام هنا هتكون موجودة في النص زي يمين زي المقص المقص نقطة الارتكاز هنا وهنا قوة ايدي وهنا الحاجة اللي انا بقصها يبقى هنا القوة تمام قوة ايدي اللي مسكة هنا تمام طب وهنا دي ايه نقطة الارتكاز هناخد دلوقتي الرموز تمام طب هنا الحاجة اللي بتتقص هنا سواء ورقة او ايا كانت دي المقاومة تعالوا نشوف يعني ايه الكلام ده القوة يا شباب بنرمز لها بالرمز كاف اول حرف منها كاف حلو طب المقاومة ميم اول حرف منها طيب نقطة يبقى نون يبقى انا عندي تلت رموز مهمة ودي اهم حاجة في الرفع او الرافع بتتكون من ايه يبقى اي رفع قوة ومقاومة ونقطة ارتكاز قاف ميم نون جينا ما شرحنا المعرص قلنا قوة ايه دك اهل دي القوة دي نقطة الارتكاز دي المقاومة يبقى انا هنا قلت عندي نقطة الارتكاز وعندي هنا القوة وعندي هنا المقاومة يبقى اي رفع نقطة ارتكاز وقوة ومقاومة طيب يبقى قلنا اول حاجة عايزين نقول تعريف ايه هي الرفع الرفع هي صاق متينة حلو احنا قلنا صاق متينة تمام تتحرك حول نقطة سابتة نقطة سابتة النقطة السابتة دي اسمها ايه نقطة الارتكاز اسمها نقطة الارتكاز يبقى هي صاق متينة من الحاجات من الورسومات اللي احنا اخدناها من شوية صاق متينة بتتحرك حول المقص بيتحرك حول نقطة الارتكاز المشبك المشبك الغسيل دايماً بيضغط هنا وهنا الجزء ده بيفتح أو يقفل وفيه في النص حتة حديدة كده دي نقطة الارتكاز بتاعتي طيب وتؤثر عليها لازم حاجتين قوة ومقاوم ما ينفعش الرفعة دي تشتغل إلا بتأثير قوة إيدي وحاجة بتقومني أياً كانت إيه هي الحاجة يبقى تعريف الرفعة صاق متينة تتحرك حول نقطة ثابتة تسمى نقطة ارتكاز وبيأثر عليها حاجتين مهمين جداً قوة إيدك ومقاومتك يبقى بيأثر عليها حاجتين القوة والمقاومة حال طيب إيه نقطة الارتكاز دي نقطة ثابتة ترتكز عليها الصاق أو تتحرك حولها الصاق الاثنين صح بمعنى هنرسم تاني المقص بتاعنا تمام؟ دي نقطة الارتكاز بتاعتك دي نقطة الارتكاز نون ماشي؟ طيب دي نقطة الارتكاز بتاعتي يبقى هي نقطة ثابتة بيبقى مصمار بيبقى أهه مكان ثابت ما بيتحركش تمام؟ هي نقطة ثابتة ترتكز عليها الصق او تتحرك حولها الصق بمعنى ان الصق دي بتتحرك والصق بتتحرك حول نقطة الارتكاز او ترتكز عليها الصقين ده المكان اللي بيرتكزوا ايه بس كده طيب ندخل بقى في اللي بعده هنتكلم عن الانواع هنتكلم عن الانواع او قبل الانواع الاهمية قبل الانواع هنتكلم عن الاهامية طيب احنا اخدنا الروافع وقلنا ان هي بتسهل اداء العمل الشاق والكلام ده كله حال عايزين نشوف ايه اهمية الرافع عشان الجزء ده بنتسأل فيه كتير هم ستة اهميات هم ستة اهميات اول اهمية عندي تكبير القوة دي رقم واحد هلو يعني ايه تكبير القوة يعني توفير الجهد بمعنى انا دلوقتي مثلا مثلا عايز ارفع حاجة الى منع الارض زي بتوع اللي هم الصرف الصحي والبلعات والحاجات دي الغطى تقيل قوي عليه او عايز يشيل خشبة تقيلة ما تثبتها في الارض زي بتاع اللي هي اللي هي القطر او اللي هي الخشب اللي ثابت او حاجة عايز يرفعها بس هي حاجة تقيلة طيب يستخدم ايه بيستخدم الاداة دي يا شباب او الرفعة دي ايه الرفعة دي دي حاجة اسمها عتلة عتلة طيب ايه هي العتلة دي العتلة دي هو بيحط الجزء ده تحت الجزء اللي عايز يرفعه انا مثلا عايز ارفع ده بيقوم حطه تحته ويضغط ضغطة كده تقوم الحاجة اللي تحت مرفوعه بمعنى هو مسك الساقة هي وحطت الجزء اللي تحت ده تحت الحاجة اللي عايز يرفعها تحت ده يضغط يضغط عليها تقوم الجزء ده ايه مرفوعه طيب هو عمل قوة صغيرة ولا كبيرة لازم اللي انا اعرفه ان انت لما توفر جهد انت بتعمل ايه توفير للجهد بتوفر جهدك يعني بتوفر جهدك عايز قوة صغيرة بمعنى انا دلوقتي لو قدامي واحد عايز ازقه عايز ازقه زقه جمدة بقوم عاملة قوة كبيرة يبقى انا بزلت مجهود لكن لو عملت مثلا لحاجة عملت لها كده حاجة كده بسيطة يبقى انا عملت قوة صغيرة طيب انا دلوقتي عندي الرفع دي انا عايز اوفر مجهودي مش عايزة انزل واشيل البتاع الحديدة دي تقيلة علي امال اعمل ايه اقوم بزلت قوة صغيرة جدا تقوم ارفعاني يبقى كده انا وفرت جهد عن طريق ان انت عملت قوة صغيرة جدا حرقت سكل كبير يبقى انت عملت قوة صغيرة الزقه بتاعتك دي انت مش هتحس فيها بمجهود ورفعت لك جسم كبير انت متقدرش اصلا ترفعه يبقى انا هنا يا شباب عملت توفير للجهد ان انا عملت قوة صغيرة حرقت لسكل كبير طب القوة الصغيرة دي اهمية بقى في اهمية الرافع هقوم ايه تكبير القوة تكبير القوة يعني كبرت قوتك الصغيرة عشان ايه توفر جهدك دي اول اهمية طيب تاني اهمية عرفنا ان هي تكبير القوة والمثال مهم جدا يا شباب العتلة يجي اسألك يقولك ايه العتلة لازم تقوله ان انت هتكون عارف ان هي ايه العتلة دي اللي هي اهميتها او الاهمية بتاعتها ان هي ايه تكبير القوة تمام طيب ادي اول نقطة تاني نقطة تكبير المسافة تعالوا نشوف يعني ايه اقبر المسافة المكنسة اليدوية اللي هي المقشة يا شباب اللي هي المقشة بتاعت مومو دي اللي هي بتبقى عبارة عن صغير ومن تحت فيها ايه مقشة اللي هي المقشة اليدوية مش المكنسة طيب المقشة اليدوية اللي هي المكنسة اليدوية اسمها مكنسة يدوية او اللي هي ايه باللغة العامية بتاعتنا دي المقشة حلو المقشة دي انا عندي رمل بيد رمل بيد انا عايز اجيبه بمد المقشة وبجيبه لحد عندي صح تمام طب ايه اللي حصل هل انا نزلت بجسمي كله رحت للمكان اللي فيه الرمل وجبته بإيدي لا هل أنا انحانيت أو وطيت قوي علشان أجيب الرمل لا حرقت إيدي مسافة صغيرة جدا عملت كده مثلا بالمقشة الصاق أو الزراع بقيت الزراع بتاعي تحرك مسافة جبيرة وجاب لي الحاجة البعيدة قربها لي يعني إيه تجبير المسافة إن إيدك بتتحرك مسافة صغيرة يبقى إيدي بتتحرك مسافة صغيرة جدا زي المقشة أنا حرقت مجرد إيدي يعني أنا دي قدي المقشة حرقت إيدي مسافة صغيرة أنا ما انحانيتش أنا ما روحتش للمكان اللي فيه الرمل والرمل هو اللي إيجا يبقى أنا بحرق إيدي مسافة صغيرة تمام بس الجزء الأسفل بتاع المقشة بيتحرك مسافة كبيرة ويجيب لي الحاجة اللي أنا عايزها زي المكنسة اليدوي هنا مثلا الرمل قادي الرمل بتاعي إيدي هنا إيدي ما تحركتش مسافة كبيرة أنا مجرد بس ما عملت كده وقمت جايب حاجة بايدة عني ما روحت نهاش بنفسي ولا انحانيت مثلا ووطيت وجبت الحاجة يبقى تكبير المسافة إن أنا بحرق إيدي مسافة صغيرة جدا والجزء الأسفل بتاع المكنسة اليدوية بتحرك مسافة كبيرة ويجيب لي الحاجة البعيدة يبقى حتة تكبير المسافة إحنا فهمنا إيه هي وطبعا المثال أهم حاجة يبقى يجي يقول لي إيه أهمية المكنسة اليدوية إيه أهمية المكنسة اليدوية أقوم أيلاله أهمية المكنسة اليدوية إن هي بتعمل إيه بتكبر المسافة يبقى المكنسة اليدوية بتكبر لي المسافة إن هي بتتحرك إيدك جزء صغيرة بتجيب لك الحاجة البعيدة يعني الجزء الأسفل بيتحرك مسافة كبيرة ويجيبها لك دي حتة تكبير المسافة تمام حالو نقل القوة من مكان لآخر تعالوا نشوف يعني إيه نقل القوة من مكان لآخر تمام نقل القوة من مكان لآخر إن هي دلوقتي برضو هي المثال عليها نفس النظام المكنسة اليدوية يبقى أنا المكنسة اليدوية عندي يا شباب في حاجتين عندي هنا مكنسة اليدوية وعندي هنا مكنسة اليدوية يبقى عندي المكنسة اليدوية في تكبير المسافة ونقل القوة من مكان لآخر بمعنى قدي المكنسة اليدوية حلو قوة ايدك فين دي قوة ايدك حلو دي قوة ايدي تمام الرمل ده يا شباب مش عشان اي حاجة تتحرك لازم في قوة تأثر عليها اه لازم قوة تأثر عليها ماينفعش ان حد يتحرك من غير ما قوة تأثر عليه ماينفعش مثلا الرمل يتحرك الا لو فيه مثلا هوا جي أثر عليه مكنسة جيت أثرت عليه ايا كان القوة اللي أثرت عليها طيب انا دلوقتي قوة ايدي فوق طب الرمل ده تحرك ازاي ان انتقلت القوة من المكان ده للمكان ده ايه اللي حصل انتقلت القوة انا ايدي ادي ايدي عايز انزل اجمع رمل هنزل اجمع الرمل بايدي يبقى دي القوة اللي هتجمع لي الرمل حلو طب هل انا ايدي تحت لا انا ايدي مسكة العصاية يبقى ايدي فوق قوة ايدي القوة احنا قلنا هي عبارة عن ايه القوة اصلا عبارة عن شكل الايد دي القوة حلو طب انا قوة ايدي فوق وانا مسكل مقاشر فوق طيب الرمل الرمل تجمعiye ازاي ان قوة ايدي انتقلت لمكان اخر انتقلت لمكان الرمل فجمعتلي الرمل يبقى المكنسة اليدوية Ghosts عندي حاجتي تجبير المسافة يعني ايه تجبير المسافة ان انا بحرك ايدي مسافة صغيرة تمام بينما الجزء الاسفل يتحرك مسافة كبيرة ويجيب لي الحاجة الى عايز واخدنا نقل القوة من مكاننا اخر نفس النظام نفس المسل مكنسة يدوية يعني أيه مكنسة يدوية نقل الكوة من المكان لآخر قوة إيدي أنا مسكة العصاية فوق فقوة إيدي فوق بس مجرد ما بحرك تحت تنتقل قوة إيدي للرمل التحته الخمس يبقى نقل الكوة من مكان لآخر يبقى المكنسة اليدوية في حكتين حال تمام فذلك قبل الدكة في أداء العمل قبل إداء العمل زيادة السرعة يعني أيه زيادة السرعة عارفين نضرب الهوكي اللي هو الراجل اللي بيلعب هوكي الراجل اللي بيلعب هوكي الراجل ده بيبقى معاه مضرب كده وعنده هنا كورة كده حال؟ تمام ويقوم شاية الكورة بالمضرب يقوم شاية الكورة بالمضرب أول ما يشوتها الكورة دي بتطير مسافة كبيرة جدا يعني بتزيد سرعتها يعني بتزود سرعتها بتزود سرعة الكورة عن طريق إيه؟ مضرب الهوكي بتزود سرعة الكورة عن طريق مضرب الهوكي يبقى زيادة السرعة زي مضرب الهوكي مضرب الهوكي الراجل بيبقى ماسك كده هي حاجة عصاية كده طبعا هي مش شبه الماكناس اليدوية قوي بس هي عصاية كده ويقوم دار بالكرة الكرة بتطير مسافات رهيبة يعني ايه بتطير مسافات رهيبة ان هو زود سرعتها عن طريق مضرب الهوكي اللي هو الراجل اللي بيلعب بالكرة ده تمام طيب اخر اهميتين الدقة في اداء العمل دي القبل الاخيرة تمام يعني الدقة في اداء العمل دي كل دي اهمية الرافع يا شباب اهمية الرافع طيب يعني الدقة في اداء العمل الدقة في اداء العمل ان انت عايز تعمل عمل دقيق جدا طب يعني ايه زي ايه مثلا عارفين الملقط اللي هو الملقط حلو اكيد كلنا عارفينه لو مثلا نقدر الله في شوكة في ايدك في شوكة في ايدك او خشباية او حاجة بتبقى دقيقة جدا وصغيرة جدا هل بعرف اشيلها بايدي لأ امال او ام جايبة الملقط او الملقط وقوم عاملة كده وشايلها الشوكة حلو انا عرفت اشيل الشوكة طيب يبقى دي دقة ولا لأ دقة الجراح أو الطبيب أو كده لما بيخش رقادة لله في عملية جراحية وعايز برضو يجيب أشياء دقيقة قوي برضو بيستخدم الملقات الناس اللي هي في التكنولوجيا اللي هي بتصلح الكمبيوترات والحاجات دي بتبقى فيه أجزاء دقيقة جدا برضو بيستخدم لها الملقات يعني إيه؟ يعني إيه بقى الدقة في أداء العمل إن هي يلتقط جسم صغير جدا زي الشوكة زي في التكنولوجيا بتبقى فيه حاجات صغنونة قوي كده عايز يجيبها اللي هو الناس اللي هي بتاعة الصيانة والتصليح وكده عندك إيه تاني؟ عندك العملية الجراحية برضو الدكتور بيستخدم الملقات أو الملقات عشان إيه؟ يلتقط أشياء صغيرة جدا يبقى أهمية الملقات من الأهمية المهمة جدا ليه؟ الدقة في أداء العمل إن هو بيعمل عمل ويجيب إيه؟ الدقة في أداء عمل آخر حاجة تجنب المخاطر دي سادس واحدة أنا عندي ست حاجات تجنب المخاطر زي؟ إن أنت تحمي نفسك يا من الحرارة يا من البرودة الحرارة معروفة حاجة سخنة أنا مش هعرف أمسكها بإيدي تمام؟ طب البرودة هل البرودة مضرة؟ أه، البرودة يا شباب برضو مضرة ما ينفعش أمسك مثلا مكعب تلج مثلا كبير أو حاجة في المصانع وأعود مثلا إيه؟ ماسكه بإيدي أو حتى تلجاية كبيرة وابقى مسكها بإيدي ما ينفعش يبقى الحماية من الحرارة والبرودة أو المواد السمة إيه هي المواد السمة؟ في المعامل إن شاء الله لو دخلتوا حاجات علمية أو كده كل الحاجات اللي هي كيميائية اللي هي الكيميكالز إيه هي الكيميكالز؟ ما هو كيميائية ما ينفعش أمسكها بإيدي أمال بمسكها بإيه؟ بمسكها برضو بماسك عندي هنا ماسك يا إما الفحم يا إما ماسك التلج يا إما أي ماسك الماسك ده يا شباب ده الماسك تمام؟ بيمسك لي المواد يا إما السمة أنا ما ينفعش أمسكها بنفسي طبعا حاجات صلبة يا إما تحميني من الحرارة والبرودة إيه يا الحرارة والبرودة الفحم بيبقى سخني جدا ما ينفعش أروح أمسكه بإيدي التلج بيبقى درجة حرارته إنه هو متجمد جدا برضو مؤذي للإيد يبقى لا حرارة ولا برودة ولا مواد سمة أستخدم الماسك أستخدم الماسك في التقاط أي شيء من دول حاجة سخنة حاجة بردة حاجة سمة ده آخر حاجة تجنب المخاطر يجي يقول لي ماسك الفحم إيه أهميته أو ماسك التلج أو هيجي إما ماسك التلج إما ماسك الفحم أقول له تجنب المخاطر تمام كده إحنا خلصنا الأهمية وخدنا تعريف الرفع وخدنا نقطة الارتكاز ترجمة نانسي قنقر